بسم الله الرحمن الرحيم اليوم احنا في الاسبوع الثاني للعمل بعد المباشرة بتأهيل منطقة العوجة وسماح للدوائر الخدمية بناء على التوجيهات المركزية وتوجيهات محافظة صلاح الدين وقيادة العمليات في عادة العمل في هذه المنطقة اليوم نحن ضمن المرحلة الثانية وهي تأهيل الدوائر الخدمية الضرورية الأساسية داخل هذه المنطقة السيد محافظة صلاح الدين يوم أمس وجه بتأهيل إن شاء الله يوم غد يبدأ التأهيل الفعلي لثلاث مؤسسات خدمية مركز الشرطة والمركز الصحي التابع القطاع تكريت بالضافة إلى مدرسة الانتصار في هذه المنطقة اليوم العمل مستمر لكل الدوائر دائرة الماء تعمل لإصلاح الكسورات الموجودة في الشبكة في الشارع الرئيسي وفي الأحياء السكنية بلدية العوجة تعمل منذ اليوم الأول لإكمال رفع الأنقاض من الشارع الرئيسي والأحياء السكنية من المؤمل أن تنجز عملها خلال ثلاثة أيام مقبلة بالإضافة إلى جهد دائرة الكهرباء اليوم لإيصال التيار الكهربائي للأحياء السكنية التيار الكهربائي موجود إلى المنطقة بالضغط العالي وبالضغط الواطئ اليوم هناك احتياج لبعض الخطوط الناقلة للتيار الكهربائي للأحياء السكنية أيضا كما تشاهدون العمل أيضا جاري دوائر المتعلقة بالدائرة الوقف السني بالإضافة إلى الدوائر الأخرى أيضا موجودة هذا اليوم في المنطقة نأمل خلال فترة وجيزة قد فترة أسبوع تكمل هذه الدوائر تأهيل بناياتها خلال المرحلة القليلة المقبلة ومن ثم ندعو العوائل في المنطقة المرخصة للعودة نتوقع أيضا أن تكون هناك عودة بحوالي 300 عائلة خلال المرحلة الأولى إلى المنطقة وبالتالي ننهي ملف مهم عالق في مركز محافظة صراح الدين وهو عودة أهالي هذه المنطقة إلى من ساكن